أكد رئيس مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين من شكل دائم بالنظر إلى أهميته لكونه يستهدف تطوير تلك المنطقة الفريدة التي تحظى بخصوصية لمختلف الأديان وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع أوضح مدبول أن تنفيذ هذا المشروع الحضاري يتم وفق مخطط يستهدف تهيئة موقع التجلي الأعظم ليكون مقصدا سياحيا مع إتاحة تجربة سياحية مميزة للزوار من دول العالم وشدد مدبول على ضرورة البدء في إعداد برامج للترويج السياحي لهذا المشروع لتشويق الزوار للقدوم إلى هذه المنطقة والتعرف على ما شهدته من لمسة حضارية مميزة